موسيقى صباح الخير مرة تانية ومشاهدينا والنسخة الصباحية لبرنامج حق الشعب اللي قريب هتلاقوا اسمه صباح الفراعين بشكل تاني وذكور تاني لكن أدينا بنعيش مع بعض الفقرة الصباحية وبنتكلم في حاجات كتير انترو لطيف ناس تكلم فيه في التليفونات ناخد قراءكو نختلف نتطفق حاجات كتير مش بتفرق معنا المؤمن بالحرية دايما بيقبل الرأي التاني والآخر اللي بيبقى ضده بنيجي بعضها الفقرة التانية اللي هي دعوة بالصحافة بنقراها مع واحد من الشخصيات اللي بتفدنا في القراءة دي وسبحان الله يعني فيه قبول يعني على شاشة ويمكن كان ضيفي مرة واحدة لكن حبينا دايما نكون موجودين ونقرأ مع بعض الجرائد في الفقرة الصباحية الزميل العزيز والكاتب الصحفي حسام فاروق من الجمهورية منوارني ربنا نخليك صباح الخير يا حسد صباح الخير طيب قبل ما نتكلم في الجرائد بقى والكلام ده دايما بحب أسمع منك تعليق على الانترو بتاعي كده إيه اللي لفت ناظرك النارد هو الحقيقة أنا عايز أأكد على اللي انت قلته في المقدمة خالص فيه كل نظام ليه أخطاء فردية والأخطاء الفردية دي مش معناها بالمرة إن أنا ضد حاجة يعني أنا مع عسكري المرورة أو الضابط الصرف تصرف أنا شايف إنه هو يعني فيه خروج عن العادي أو عن المهمة بتاعته ما فيش مانع خالص إن أنا حتى على سبيل اللوم حتى على سبيل اللوم إن أنا أنا بيه كلنا عايزين نبني الثلاث دي لكن أنا يعني أنا ضد الحقيقة ضد الهجوم الشديد اللي طلع في كم مكالمة كده لكن إحنا في الأول كلنا بنحتوي بعضين طبعا فأنا دي دي رقم واحد أنا خدتها معاك حاجة تانية كمان أنا برضو عايز أعلق عليها المواطن بتاع أبو حمد الشرقية يمكن إن أنا أصلا من الشرقية أنا عايز لا تحكيته غريبة أو يعني إما شايته اتخذت من الأهالي وضع يد إحنا بقى عايزين نعمل إيه يا أحمد دولة القانون إحنا عايزين نستعيد هيبة الدولة ودولة القانون المحافظ خلاص ما بقاش المحافظ اللي قعد في التكتيف وقافل على نفسه ومستنى العربية المغيمة السوداء اللي بيركب ويروح لا لازم ينزل أنا عاجبني اللي هو طريق المهدي عشان كده بينزل في اسكندرية في العشوائيات ويقعد مع الناس ويشوف بقى يقدر يفدهم بإيه حتى الناس اللي هما بينقلوا العربيات اللي باليوم النص نقل ده تقريبا عمل حاجة لطيفة جدا قال لهم أنا هاستخدمكو أديكو أجر تنقلوا القمامة من مكان لمكان يعني أنا يعني بيستخدم كل بشرية اللي موجودة عشان تساهم معا فدر الشركات مثلا وما تعملش وليه صورة لطيفة قاعد معاهم كده وبيشرب شايف على الأرض ولا على مصطبة طب أنت محافظة شرقية أولى أنك تنزل القرى والنجوع تشوف حتى البؤر البؤر الإرهابية اللي موجودة في القرى والنجوع محافظة جرقية فيها بؤر إرهابية كتير جدا على فكرة على فكرة أنا بس عايز أستاذ حسين تحاول تكلم لنا السيد المحافظ سامح الكلاني راجل محترم اللي هو سامح الكلان ده مدير الأمن لا السيد مدير الأمن سامح الكلاني هو لكن ممكن لو نشوف سيادة المحافظ يا أستاذ حسين أو طبعا اللي هو سامح الكلاني طيب خلينا نبتدي مع بعض كده عندي ملاحظة غريبة الشكل قبل ما ابتدي مع حضرتك في الصحافة ده من الأهرام لفت نظري موضوع غريب جدا أهرام بتاع إيه؟ بتاع عم الولي تمام؟ الكلمات المتقطعة أسئلة فيها بص أنا أوصل لغاية أني مرحلة السؤال التاني لعدد السبت 7 سبتمبر 2013 صفحة 22 تمام يا جماعة؟ السؤال التاني بيقول رئيس وزراء قطر السبت ليه؟ إيه؟ هو أنا معرفش طبعا إذا كان دي مقصودة ولا مش مقصودة بس أنا أتخيل أن لا زالت المؤسسات المصرية وخصوصا الصف التاني والتالت بما فيها المؤسسات الصحفية القومية فيها ناس تنشغل بالأدوار بتاعتها تمام الأدوار اللي كلفت بيها من قبل جماعة الإخوان وعشان كده جات بيها يمكن ده يعني أنا يعني لو أنا مشيت ورق كده بنظرية المؤامرة مثلا يعني ربما يكون ده نوع من الثقافة اللي كان عايزة تفرد رئيس وزراء قطر رئيس وزراء تركيا يعني مثلا أنت من مثلا إنجازات الشهيد حسن البنة فدي حاجات أنا شايف أنها منظومة كانت بتفرد لكن أنا برضو الحقيقة شايف أنها يعني بعيدة أوي يعني خطاها بنظرية المؤامرة طب أنا بس بنحاول أنا بس البيانات بتاعته استاذ لبيب كانت معايا في فرقة بس في الفاصل أنا مش لقيها معنا تواصل بيحصل سريع حفظة الشرقية محفظة محترمة جدا اللي هو سامح كلاني معنا يا سيد حسين أهلو أهلو أهلا بيك يا سيد اللي هو أحمد بيه سبعة كير متعودين يا فندم على استجابتك السريعة مع وسائل الإعلام ومعنا بشكل خاص تحت عمر حضرت في أي وقت ربنا خليك يا فندم والله هو الموضوع لمواطن المواطن ده وكان واخد شقة الشقة دي في بلد اسمها يا حضرك ممكن فمحمد هو فمحمد وبعدين أهالي المنطقة راحوا وضع يد خدوا الشقة دي بشكل يعني يعني في غياب لحظة كده أمنية وأن هو رجل بيقول أنا غريب مش من البلد خدوا الشقة وطردوه ممكن سيادتك عندك خلفية عن الموضوع ده أو تفيدنا بإيه إن شاء الله أو تفيد هذا المواطن أنا أول ما جات السيرة كلمت على السيادة على طول بالذات المواضيع الأمنية دي لأنه ممكن يبقى المشي المحافز المسؤول شوية عن نواحي الأمنية دي فاندب إحنا يعني بعد إذن حضرك فاندب المواطن هل تقدم بشكوى وراح عمل حرر محضر في المركز محمد بهذا الكلام ده هل له سند ملكية في الشقة ولا ملقوص سند ملكية هل الشقة دي كان بيها عقد نهائي ولا فيه تنازع بينه بين حد في الشقة يعني يتواصل معي في المكتب وأنا هفحص الموضوع ده وهرد على طول إن شاء الله سيادة اللي هو أنا بشكرك طبعا لاستجابتك السريعة جدا لينا وبعد إذن حضرتك أي شكل المحضر اللي هو هيقدمه أو يكون عمله يوصلوا لسيادتك المكتب في مدرية الأمن وسيادتك مشكور جدا بس أنا أستاذ حسام فاروق الصحفي العزيز من الجمهورية حابب يكلم سيادتك صبع الخير يا سيادة اللي هو صبع الخير يا فن هو الحقيقة طبعا أنا طلبت أكلمك أنا عشان أنا أصلا من الشرقية أهلي في الشرقية وأعلم جيدا إن محافظة الشرقية هي طبعا محافظة مترامية الأطراف وكبيرة ومجهودكو الأمني طبعا وشاق من حييكو عليه لكن أنا بصراحة لي أمل إن خلال الفترة اللي جاية يتم تنقية المحافظة من حاجات كتيرة جدا فيه دايما صفحة الحوادث فيه سرقات بالإكراه وفيه لسه فيه بؤر بؤر جرامية موجودة وفيه بؤر إرهابية طبعا حضرتك فهم أوي أنا أقصد إيه بؤر إرهابية ابن خسين في القرى فيه ناس بتشتغل لسه برضو لصالح التخريب ويمكن أنت تعرف اسم الأورين اللي تحرق والناس اللي حرقته من عناصر جماعة الإخوان في القرى والناس دي وجودة وقاعدة في بيوتها زي الفل وبتقدوا المظاهرات التخريبية وبتدفع 100 و 200 جنيه في المرة ده كلام معروف جدا في القرى فيه في القرى ناس غلابة ما لهاش شغلة ما بتشتغلش كويس أو يجيلوا زعيم الجماعة في القرية يقولوا 200 جنيه وطبعا كان اللي بيقودهم الأخ فريد اسماعيل اللي هو دلوقتي طريح برش السجن فأنا نفسي يا سيادة اللي هو وأنا أعلم عنك أن أنت بسم الله ما شاء الله تاريخك مشرف جدا في الداخلية نفسي يا رب كده نسمع أخبار كويسة عن نزول حملات للقرى سيادة اللي هو الأول سيدني بس بعد إذنك أتكلم عن نقطة الأولينية اللي كلمت حضريك عليها وأنا شايف نتاجها في الموضوع على الطرق دي موضوع سرقة العربيات بالإدارة اللي حضرتك خصصتها للموضوع ده للطرق الظاهير الصحراوي وأنا متابع الموضوع ده تماما ومشكور فيه فأنا رديت عليك الجزء الأوليني خلينا في الجزء الثاني بتاع البقر الإرهابية فاند هو بعد إذن أنا معليك أنا بشكر لحظك وبشكر لضيفك الكريم للطرحيد ده أنا يشرفني وشرفني السيد وزير بتكليفي لأن أنا اشتغل مدير أمن الشرقية وأنا دايما يمكن في مداخلات التلفزيونية اللي قبل كده أشت بالتعاون الشعبي اللي موجود معايا ولولا التعاون الشعبي من أهالي الشرقية على مستوى المراكز والإقسام والقرى والنجوعة ما كانتش الشرطة هتبقى بهذه القوة موجودة في الشرقية وأنا بقول دايما أننا في مسلس واحد الجيش والشعب والشرطة ده مسلس واحد وأننا بنطبق الأراضي الشعبية في الربع الشرقية اللي أنا عايز أقوله وأرد على حضرتك إحنا عندنا إسم الأورين كانت حرق فيه الأحداث بعد حداث فضل أتصام وقدرنا أن نستعيد كل الحاجات التي تسرقت والتنهبت من الإسم قدرنا أنها تسرجحها وقدرها والإسم جددناه وشغلنا الإسم ويمكن بعد يومين بالضبط أنا هروح أحضر لإفتتاح الإسم إنما نقلته على طول نقطة مجاورة ليه ويشتغل ورجعنا السلاح كله ورجعنا كل المضبوطات اللي اتخذت منه ثم إنه إحنا فيه نقطة شرطة صحافة اللي في فشتول السوق كانت تتحرقت والتحدي بلودر المبنى بتاع النقطة للصوير ده قعدنا بناء هزين الكمين وزبطنا ستة لهم أمر ضبط وإحضار من المحاضرين ودول متصورين ومتوسق هذا الكلام أخلي بالحضر أنه إحنا لنا أوامر ضبط وإحضار بالنسبة لإسم القرين وإحنا نستهدف كل العناصر ونزلت أكتر من مؤمورية وبنستهدف العناصر اللي هي اقتحمت إسم القرين النقطة الثانية اللي أنا عايز أقول لحضر إحنا بصدد إعداد ضغط البحث الجنائي في المدرية خطة متكاملة لكل البؤر الإجرامية سواء كانت في مينيا القمح سواء كانت في صن الحجر أو في الحسنية أو في أولاد صقر أو في كفر صقر بحيث أن احنا هنستهدفها بحملات وإحنا عملنا حملة كبيرة مؤسعة على منطقة السحر والجمال على طريق مصر الإسمائلية إحنا ومدرية أمن الإسمائلية وهذه المنطقة من المناطق المرعبة لأنه حتى السيارات اللي بتاعدي على مصر على طريق مصر الإسمائلية على طريق الصحراوي بيستهدفوها البدو الخارجين على القانون في هذه المنطقة هنوجه حملات نوعية بسغط قانوني وإحنا الحمد لله قادرين نحدد كل العناصر الإجرامية بإذن الله وإن شاء الله يعني برضو لازم حضرت تفهم إن إحنا عندنا مشكلة اللي هو الاستهلاك القوات بتاعتنا في موضوع المظاهرات والمسيرات اللي هي بتعتبر شبه يوميا في الشرقية طبعا بترهقه هم يمكن قصدين ده سيارة اللي هو آيفان بعد اللحظة ده بيستنزف مننا جهة كبير جدا في الكلام ده وبعدين بالليل بنبتدي ننزل في حملات طول الليل إن شاء الله بإذن الله يعني أنا بطمن حضرتك إن إحنا على مدار الساعة الزباط والأفراد كلنا بنشتغل يعني هنقدر إن شاء الله نحقق الأمن لبلدنا والمواطنين إخواتنا في الشرقية بإذن الله سيتلوا ودايما مشكور لمجهودك اللي هو سامح الكلاني مدير أمن الشرقية ويا ريت المواطن لبيب بيوصل لحضرتك هذا المحضر خاص ببيته في الوقت الحالي هيتضم معانا بداية أولى جلسات لجنة الخمسين النهاردة طبعا دي جلسة اللي هو المفروض يتلغي لا عشان إخوان عملهه أولا جلسة دي جلسة إجرائية طبعا هيتم فيها اختيار رئيس اللجنة والواكلين وتقريبا الأقرب لرئاسة اللجنة هو السامح الأساس سامح عشور هو نقيب المحامين أرجع بقى لنقطة أنه الدستور اللي كان مفروض يتلغي الدستور اللي اتعامل السنة اللي فاتت اللي احنا بنقول عملهه الإخوان هو مش الإخوان ما أنشأوهش من العدم ما عملوش حاجة يعني يعني ما جابوش حاجة من عنده هما لعبوش حاجة تلعبوه فيه بالضبط الله يفتح عليك هما جابوا دستور 71 وجابوا المواد فيه مواد سابتة كلاسيكية كده في الدستور معروفة بتتحط عندك مثلا عشرة 13 12 يعني ما ده بتقدر ايه تلعب فيهم تلعب فيهم بما يتفق بأهدافك وخطتك وطموحاتك السياسية كجامعة إرهابية وهو ده اللي كان مطلوب تعديله ده اللي حصل في بعض المواد منها مثلا المادة 219 اللي عليها ضج اللي لجنة لغيت أنا ما استذلك بس هسيبك تكاملو شوز حسام وما نضم دلوقتي أنا ليه هدف في الضم ده إن أنا عشيشوف حاجة أوريها للشعب المصري اللي مش متابعة عشان يشوف الوجوه اللي تم اختيارها وصفصفة مصر في خمسين شخصية ناس مش موجودة جواها ليها إسهابات وإسهامات في تلاتين ستة يعني أنا مش عايز أتكلم على دكتور توفيد لإن أنا هتكلم هتبقى شهدتي مجروحة وهو مش عايزها أصلا خليني أكلمك على واحد زي مش شرح مزين ده مش موجود في الشكل القانوني مش شرح تاني هاني جيباني مش شرح بنيم درويش لو سرحت فضل كامل يعني في ناس قانونيين خاتلي بقى الوجوه بقى ضموني ووروني الوجوه بتاعت الخمسين كامل يا استاذ فضل خلينا في النقطة خلينا نتكلم عن الجلسة النهار إحنا لجنة العاشرة أوسط بالغاء المادة ماتين وتسعة عشر حزب النور اعترض وقال لك هدد بالانسحاب من لجنة الخمسين حال الغاء المادة ماتين وتسعة عشر وتزعم برضو الجبهة السالفية تزعمت الحركة نفسها وياسر برهومي كاتب مقالين ثلاثة بقى له كم يوم كده على دكتور ياسر برهومي على حكاية المادة 217 المادة 217 دي أنا شايفها مادة وهابية كانت تؤسس لدولة دينية فاشية يعني وكانت تبقى الحقيقة يعني هتاخدنا هتاخد مصر لعصور يعني ظلمية بعيدة يعني فرجع حزب النور زي ما أنا قلت بالضبط مبارح كنت في التلفزيون وقلت حزب النور هدد بالانسحب لكن مش هينسحب عمرو هينسحب إيه الاستراتيجية بتاعك إنه هو دايما يهدد بس يفضل جوه اللعبة هقول لحضرتك يا أستاذ يا أستاذ أحمد أنت حزب النور ده عامل زي مصمار جوحة أو خلينا أقول لك عامل زي اللي راكب في سفينة وعايز يغرقها أولا هو ما ينفعش يغرق السفينة وهو مش راكب فيه لازم يرك ويبقى ماسك مصمار كده وما الكلوش فيه يدق في السفينة يطرد خرمت والمية جات ولا لأ لأ السفينة تحركت لأ هو عايز يخش في قلب المية عشان يغرق عامل زي اللي رايح فرح عايز يضرب كرسي في الكلوب معقولة ده لكن لو ما رحش خالص هتمشي ماكب هتمش فقال لك أنا قلت والله العظيم قلت هيحصل وهيقوله كده الكلام ده وهيرجع ليبقى علشان طبعا يبقى موجود كل ما يحصل أي خطوة لقدام يقولك لا 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 ينفعش احنا معترضين على كذا فطبعا عرقلتهم في موضوع المادة 219 الدكتور كمالي الهلباوي صرح مبارح أو أول تصريح قال المادة التانية تجوب المادة الإسلام دين الدولة الرسمي اللغة العربية لغتها الرسمية طبعا ما دول بيقوله إجرائية يعني بيقوله اللي هو بيشكله هيئة المكتب اللي هي اللجنة اللي هي أول حاجة بقى أن أنت بتختار الرئيس طبعا هي برئاسة أكبر الأعضاء سننا مين بقى عبدالغفار شكري تقريبا عايزين يعملوا بقى هيكل عشان يشتغلوا عليه فأنا أنا شايف كمان أن اللجنة اللجنة دي عليها مهام كبيرة جدا أنها ما اطلع لناش برضو دستور تاني دخل فيه الفخوخ زي فخ 219 يعني احنا مش عايزين ننسق لأراء حزب النور لا ومش معنى كده بالعكس مع تقدرنا واحترمنا لوجود حزب النور ولكن احنا كلنا سواء لبراليين أو يساريين أو حتى اسلاميين كلنا هدفنا البلد مش هدفنا مصلحة مش عايزين سغرات كمان عايزين عزين تفهم علاقة فيه سغرات بتحصل ساعات القانون بيبوز عمال وفلاحين وتلاقي اللي مترشح عمر ماليش علاقة بالعمل ومالي يعمل الدستور واللي يعمل اللي يعمل اللي يمشي عليها لازم راجع يكون خبير في الشيء ده تمام يعني ده اللي قصدي فيه في اختياراتهم ان دايما الحاجة لازم تتقاس قبل ما نقصها صحيح صحيح مالاش الموضوع كده ايه وفي اعتراضات طبعا حصلت كتير يعني مثلا المرأة في ناس اعتراضت على التمثيل لم يكن كافيا آآ الشباب برضو لم يكن ما وصفوا بشباب الثورة لم يكن كافيا ولكن يعني احنا برضو بصراحة يا سيد احمد عايزين آآ نش هقول نديهم فرصة عايزين نقول لهم احنا عايزين ايه احنا كمواطنين عايزين عشان ما نوعاش في نفس الفخ يمكن ده دورنا احنا في الاعلام آآ خلينا نبتدي طب ما حضاكي نشوف الجرائد النهاردة اخبارها ايه ونبتدي اولا بجريدة الاهرام اللي عمل لي فيها السؤال بتاع بقية وزراء قطر السابق عايز يفتكر اللي كان بيبعث النفحات ما هو ده اللي كان بيبعث الكشوف كشوف البركة طيب انت يا سيد احمد على ذكر ملحوظتك دي طب ايه المناهج التعليمية السنة اللي في اتت كانت بتخرب بتخرب لصالح الجماعة بتخرب انت تحط شخصيات عامة وتدرس انت طريق حسن البنة وتدرس وتشيل لمازك بشرية عظيمة وزير التربية والتعليم على الفكرة اين بمجهول كل الحاجات تتضل اللي كانوا حطينا اللي كانوا حطينا لكوان لازم تنقية تنقية المناهج طبعا فوانت لما توصل لمرحلة عايزني اهاجم ايه اكتر من انت تلوث ابنك في دماغه في اللي بيمتحم فيه دي كان الكارسة كبيرة خبر مبسوط منه جدا من انبارح الصبح بعتت رسائل اخبارية جات ليمكن على الموبايل ان كوات الجيش بتستعد لاكبر عملية تطرد فيها الارهابيين في سيناء على طول على اخر اليوم اكبر ده الاهرام في منشته الصفحة الاولى اكبر عملية عسكرية لتطهير سيناء من البؤر الارهابية الاباتشي تدك معاقل رفح والشيخ زويد ومقتله اصابة 30 مسلحا وضبط 300 بجانب الموضوع ده ممكن انا اطلقت على بعض الصحافة او كده يهدوت احرانوت الال الاسرائيلية تمام قالت ان دي اكبر عملية من 73 من 73 طيب خلينا اقول لحضرتك حاجة برضو بحكم المهنة يعني فضل ما ما ينشر في الصحف جزء من الحقيقة يعني انت فرحان وكلنا فرحانين بدا لا بالعكس ده انت لو عرفت المعلومات كلها ممكن بقى ايه تموس من الفرح تمام يعني هما بيعملوا ايه في بعض لدواعي امنية لدواعي امن قومي انت بتاخد المسرح لك لكن على حد علمي ان ما يحدث حاليا في سيناء بطولات تسطر في تاريخ العسكرية المصرية والعربية الجيش المصري جيش تاني اه جيش التاني طبعا اللي هو احمد وصفي اللي هو احمد وصفي حتى عهدي على نفسي قدام ربنا اه ان انا هقوم بدا يعني هقوم به لغاية اخر يوم بالنسبة اسد اسد تحياتنا لي في الصباح ده اه اللي بحصل دي بطولات عسكرية تسطر في تاريخ العسكرية المصرية طب دخل الجيش بقى امبارح الفجر اماكن كان يقال عليها انها مرعبة طبعا جبل الحلال ومعرفش ايه مرعبة للمواطنين مفيش حاجة اسمها حد يقرب على المنطقة دي اه معروفة كده انها معقل الجهاديين ومعقل معقل الجماعات التكفيرية ترسانت اسلحة من كل الانواع طبعا تمام فعلى حد برضو علمي انه عدد عدد كبير جدا من الاسلحة تم ضبطها وعدد كبير من المجرمين سقط تحت تحت الدر شغالة هم كانوا متخيلين ان احنا هنعمل لكم دولة ارهابية في سينة وانتبهلكم بقى انتبه احنا هنشغل الزنبالك في سينة تمام دلوقتي حتى في تصراحات وانصحت الاخ اللي اتقبض عليه حبارة ده فسراحات رهيبة جدا عن تقاضي اموال وعن مقابل مقابل عمليات تفجيرية في سينة وقتل مدنيين وقتل عسكريين في سينة فطبعا هي كلها منظومة وكلها شبكة ولكن تحية للجيش المصري العظيم تحية للجيش التاني تحية لسيادة اللي هو احمد وصفي ومزيد شرطة على فكرة لان اعيما هنجدع على فكرة اعداد كبيرة جدا في سينة من العملات الخاصة في الشرطة صحيح وناس عاملة مجهودة على فكرة بتحط يعني اللي بيروح هناك بيبقى حطت كفا ومبارح كمان كان فيه اجتماع مجلس الدفاع الوطني برضو ناقش الخطة المستقبلية لعملية التطهير المستمرة اللي موجودة في سينة ويا رب دايما كده ترجع مصر زي الاول ان شاء الله نكمل في الاهرام برضو وحبس الاستبن هي دي الاستبن ولا ايه لا مرت اربع ايام لا اهانة القضاء واحدة من سقطاته الشهيرة لما تكلم على بعض القضاء بالاسم وكل ده عشان خاطر كانوا في يوم الايام شهدوا على سقوطه في الانتخابات لما كان نازل في الانتخابات اه هو ده تقريبا كان في الخطاب الاخير ولا قبل الاخير انا عرفه هو طبعا بعيدا عن الحاجات اللي هي كانت الكومودية اللي كانت بتتقال زي عشور وفودة والرجل ابو عشرين جنيه بتاع السكينة والرجل بتاع المعادي اه اه وقع في في كزا سقطة قانونية انه هو لا ده ده خلينا رجع لك بقى قبل دي معنش يا احمد اه ايام ما كان مترشح اه طلق كده قدام الناس وكالات الانباء اه اه مقات القضاء طمقنوني على النتيج ينهر السودوم نيل بستين نيل ايه ده مقات القضاء طمقنوك يعني مقات القضاء طمقنوني ده كلام غريب جدا طبعا اه طبعا هو ممكن يكون كان يقصد قضاءه من اجل مرسي اه اه طيب نرجع بقى لحبسه اربعة يام على فكرة حبسه اربعة يام ده هيبدأ بعد انتهاء حبسه في الحاجات اللي قبل كده في عندك القضية التقابر مع حماس والهروب من سجن ودى النوترون فهو عنده كم كم خمستاشر خمستاشرات وربعة ده هكده بعد ما يخلصهم هيبدأ في ده لان طبعا ايهانة السلطة القضائية وده كان اللي هو مسجل بالصوت والصورة طبعا يعني لا لا لو كمان ايام اسمه ايه ده وزير الاعلام كمان كان بيوديله كاميرات تجيب واحدة من هنا واحدة من هنا واحدة من هنا متولي ده اه 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 يعني ممكن ناخدون كزا زاوية هي مشكلة يا احمد الجماعة او الفكر ده انه طالع له مصيبة اسمها الاعلام يبقى سجيلك بالصوت والصورة انت بتشتم وبتعترف على نفسك تفضل يا باشا دي الشريط كان زمان ما فيش الحاجات دي فيقول لا ما قلتش وهم يكذبون كما يتنفسون اه الحقيقة فكنت انت ما تقدرش تثبت يعني يكذب وتيجي يجي كلمة ما حصلش والله فانت بتقدرش تثبت دلوقات تعملوا ما حصلتها بتفضل يا باشا دي الشريط ههو دوس على الرمو تشغلوا بدأ يطلعوا يقولك اصلا مفبرك هات يعني خبير بسيط كده ده مغايبين لانهي مرحلة ان فيه ناس بتقول لي اللي شافوا صفة ده والله شخصيا في واحد منهم قابلني ليه اصدقاء برضو ما احنا مجتمع واحد انت كنت بتقول علي صفة ايه كريكا كريكا عشان الدوغلس اللي عملها اه وكان عملها زمان سنة رح عملها سوناتي بيقولي لي مش هو تخذي اه لا 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 هو تغييب فيه تغييب طبعا عدوهم الاعلام وهو اعترف على نفسه طبعا اربعة ايام ضمن الخمستاشرات يلا ربنا يسهله ان شاء الله نكمل رجل والله محترم زي ما قلتاك قبل كده من السجن للرئاسة ومن الرئاسة للسجن ما راحش بعيد يعني وقف قطار السويس الاسماعيلية بعد احباط محاولة تفجيره ايه رأيت بقى في الشغلانة السودة جديدة طبعا انت بعت الخبر ده الصبح مبارح على الهوى الحكاية بقى يعني هو ممكن التفاصيل بتاعتها مش مكتوبة في الخبر بس انا عندي التفاصيل بتاعتها الحكاية ان رجل بدوي في مواطن سويسي اشتبه اه رايح لا مش اشتبه ده شايف شايف هو ممكن يكون طريقه بيعدي على اه اه اطبان اه اتعرفش بقى رايح شغله رايح بيته رايح غيته خارج الصبح فلقى تلات دينات مدافع مربوطة على الاطبان يعني مستنية القطر اه مستنية القطر اللي هو بتاع ستة الصبح اللي هو السويس اسماعيلية الشرقية ده بربط التلات محافظات ببعض القطر ده للمناسبة بيبقى فيه في الوقت ده حوالي 2001 ما بين طبعا فيهم عدد كبير جدا من المجندين وفيهم عدد كبير جدا من العمال وعدد من الارزوئية اللي بيروحوا يبيعوا حاجات الصبح والفلاحين اللي تخرج تبيع منتجات ألبان وكلام من ده الركل مباشرة اتصل وتم سحب فتيل التلات دانات وكانت طبعا هتبقى أكبر كارثة في تاريخ مصر لأن دي طبعا قدر إنها لو انفجرت كان تقريبا هتنهي هتقضي على القطر كله طبعا والمجاور طبعا في نقلة احنا شايفين الإرهاب داخل داخل نقلة نوعية طب معلش داخليني أسألك سؤال في ناس مخنوقة من الحزر وبدأوا حتى بنوع ساخر يقولك من مسؤول عن كرشي في الحزر اللي بيحصل ده وناس تانية تكتب اسقطات تقولك إنما للحزر حدود وحاجات زي كده والناس متضايقة وبعض الأعمال اللي كانت بتشتغل في وقت بالليل ده شايف شكل الحزر ايه أصل الحزر ده سهل عليهم كحكومة يقولك يلا فكنا الحزر ماشي بالليل بقى الناس دي هتنتشر هتعمل ايه طيب بص بص يا سيد أحمد دلوقتي احنا طبعا يعني طبعا الحزر بالتأكيد ليه ليه مساوة يعني ولكن خلينا نتكلم في احنا في حالة طوار لا نعمل مع بعض في مساوة وفي إيجابيات قول لي بقى اه هاقول لحضر طيب لا طبعا إيجابيات تمام لسبب لأن خلينا أول أقول لك المساوة عشان برضه نبقى حيادية المساوة إن فيه ناس بتشتغل ثلاث ورديات وفيه موظفين صغيرين غلابة بياخدوا 200-300 جنيه الصبح في وزارات من اللي هي المجهولة ديت وبيجي بالليل يشتغل في قهوة يشتغل في كازين يشتغل في كفتيريا يشتغل في سواء يجيبه اه رز ولاد وأنا بأدعو بقى الدولة تبص للناس الغلابة الموظفين دي تبص لإن 200 جنيه و300 جنيه مفيش حد كده بيعمل كده خالص هي دي الحاجة الوحيدة في المساوة لكن ما تقوليش إن بعد الساعة لا 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 ملهاش لازمة ولا معنى لازمة طب إنت شايف في الوقت ده بعد حتى المحاولة خبر زي اللي احنا بنقوله ده محاولة اغتيال وزير الداخلية أنا أنا عند أنا قلت قبل كده إن أنا أعرف أولا لازم في ظل المظاهر لازم أقنن المظاهرات أو مش همنحها عشان ما تطلع ليش بقى أمريكا وفرنسا والتحاد الأوروب يقولك قم لا ما منعش مظاهرات ولكن أقول في قانون المظاهرة مسبق تعرفها وهتخرج من فين لفين ومدتها من كام لكام بدون خرق الحز تمام يبقى فيه أجندة أمنية مختلفة بقى للتعامل يعني اسمه بلاقي الضرب من أسبوع والضرب تاني من فوق كبري الله اترامى عليه نفس القنبلة قنبلة محلية الصنع أنت بقى كمنظومة أمنية لا غير غير طريقتك لأن يعيب جدا إن مثلا اسمه بلاقي ضرب مرتين في أسبوع تمام أغير المنظومة الأمنية لا أنا متمسك جدا بالحزر وإن كنت أدعو إن الحزر إذا زادت أعمال العنف في أيام الأجازات لا أدعو يقرب الحزر كمان أنا أنا وبعدين دي أجازة يعني يوم الجمعة اللي بيحصل فيه التخريب ده ده أجازة هو الساعة سبعة معلش أنت قاعد في بيتك فأنا رأيي الشخصي إن لا أنا متمسك بالحزر لعند البلد ما تتطهر من البقر الإجراميلي هم بيشتغلوا أصلا ده بيخليهم يشتغلوا كويس الموضوع الحزر ده لأن بيبان في الشارع مين العدد قليل فاللي بيزهر وحزر يعني أنا شايف وقت يعني كويس أوي طبعا كمل معك كده الرياضة متواجدة طبعا جونا بتنقذ مباراة مصر وغينيا صح وترفض الأهل والزمالك ترفض الأهل والزمالك طبعا عشان حركات الألترس والشوية اللي هم الشمال اللي بيعملوا حاجات مش مظبوطة وتنقذ مباراة مصر وغينيا آه هو على حد تصريح ساميح ساميح صويرة سرئيس نادي جونا قال إنه طبعا كان لابد من إنقاذ موقف أنا شايفه موقف آه وطني لإقامة مباراة مصر وغينيا تحت أي ظرف وتم عمل مجهود أمني كبير مع سعادة اللي هو مدير أمن البحر الأحمر آه لإقامة وتنظيم آه إقامة المباراة مصر وغينيا ولكن آه الأهل والزمالك في البطولة آه يعني بمنتهى الصراحة بمنتهى الصراحة آه ما تقدرش تسيطر آه الأمن نفسه قال لك كده آه قال لك لا مش هنقدر آه ورئيس النادي قال لك برضو أنا آه لا لأن تبقى مصحوبة بتخريب طبعا لكن إنت موقف وطني لابد منه لابد تقيم المباراة بتاعت المتخب آه مصر فأنا طبعا شايف كويس أول إن إحنا نعترف آه كويس جدا إن أحب أقول لك أنا أقدر أخش الشارع ده وما أقدرش أخشه آه آه طيب نكمل بقى ولسه إحنا في الأهرام آه عن الإخوان التي مولت آه تدريب جهاديين بليبيا آه لاغتيال مسؤوليين مصريين كلام ده قاله دكتور توفيق من زمن الزمن وأنهم كانوا بيحضروا هناك ميليشيات وكان الموضوع لو خدوا شوية وقت أكتر من كده عشان يواجهوا بالميليشيات المسلحة دي المدربة آه أي تدخل للجيش زي ما أنقذوا بلدنا في تلاتين ستة رأيك إيه؟ رأيي آه إن طبعا أنا آه شايف إن الإرهاب أو الجماعات الإرهابية والجهادية آه ماشية بخطة مظاهرات مظاهرات يقال سلمية ثم مظاهرات سلمية وإن بتوين فيه عناصب بتخرج بالمسدسات ثم عمليات تفجيرية ثم اغتيالات إحنا وصلنا للمرحلة ما قبل الأخيرة اللي هي تفجير اللي حصل مع وزير الداخلية وقريب جدا حتسمع شخصيات عامة في قوائم وقال عليها نشرها قبل كده الدكتور توفيق ونشرت برضو بر على مواقع كثيرة جدا قوائم الإعلاميين وسياسيين وشخصيات عامة آه تغتال عايز تقول لي بقى الإخوان آآ آآ رتبت آآ بص أنا شايف زي ما تقال قبل كده من كل الباحثين السياسيين في خبراء الجماعات الإسلامية بما فيها القاعدة بما فيها الجايدين السلافيين والتكفرين خرجوا من تحت عباية الجماعة دي وقع بحد يقولك سلميتنا وطنيتنا حماها الله لا انت شاكلك مسامسم وجميل كده لكن من جوه هنا خنجر وهنا مسدس وهنا أربجي فأنا أنا معا تجيبتش فيه علي حلوة أنا شخصيا فيه لازم تتخدع فيه يقولك ده أمور كده وفافور لا ناصده أقولك إيه إن هي طالعين دلوقتي يقولك فاهمك فاهمك طبعا لكن لا كله خرج من عندك بتاخد عاجل معنا كده عشان نواكي بالحدث عمرو موسى بيطرح اسمه إن هو رئيس اللجنة هو الاتنين المطروح اسمهم عمرو موسى وسامع عشور أنا معرفش بقى هي هتستقر على إيه ولكن الشخصيتين أنا شايفهم كويسين يعني أي مكان بقى حد فيه مناسبين على الخمسين ماشي خلينا نكمل بقى ونروح لمصر اليوم مصر اليوم بالمنشت بتاعها الإرهاب يعلن حالة القتل العشوائي ضد المواطنين ده ليسا أقولك ههو هاخش بقى في الاغتيالات محاولاتين لتفجير قطار ومسجد وانفجار بخصف بولاء الدقل مسجد ختم المرسلين اللي في أول الهرم أيها مبارح كان فيه قنبلتين محليتين الصنع تم إدارة المفرقعات التعامل معاهم وإبطال مفعولهم واسمه بولاء الدقلور برضو مبارح من فوق الكبري اترامى عليه قنبلة ما عملتش حاجة الحمد لله خسائر ولكن أنا بصراحة أنا اتدقل لإني في نفس اسبوع اللي فات نفس الحكاية حد بموتسيكل رامى قنبلة على اسمه بولاء الدقلور بولاء الدقلور أنت بقى تعمل إيه طب اللي بمشي فوق الكبري ده وبرمي عليك وهو راكب دراجة بخارية يا عمي وقف في اتنين تلاتة على الحتة دي في الحتة اللي فوق مثلا يعني آه مثلا يعني زي الأسباكية لما لقوا مشاكل من فوق الكبري كتير كبر اكتوبر وقفوا نقطة فوق في طلع الترامسيس آه يعني يعني وقف في اتنين تلاتة إنما تلتغ من نفس الجحر مرتين دي مشكلة يعني طيب خلينا نروح لحاجة اتقلت مبارح الناس ببصدت آه النهاردة طلع عليها الصبح نافو آه كان بدأ تاني يوم على طول حلقة آه مشار مرتين منصور على شاشة الفراعين لما جاب لك بالمستندات الناس تمويل عشان أنا في موضوع كمان شوية كده لما آه أستاذ حسين شامع يبقى معنا هحكي لخضراتكم على الأشكال دي بدأ تبقى بلطجية إزاي وبيعملوا إيه ومعايا برضو فيديو في الفقرة آه اللي كان مرشح للانتخابات آه الرئاسية واللي هو بتكتب عليه ناشط وما ناشط باعرفش ناشط ده بيصحى الصبح يبقى عن اليومين دون ناشط ولا ايه طرح ما بيصحى بقدري آه بيدفع عن الإخوان وآه فاكر ان هو لو نزل تاني انتخابات الرئاسة هو تقريبا كان خد آه أصوات آه عيلته لما نزل الانتخابات الرئاسة اللي فاتت فهو تقريبا المرة دي بيزيد بقى ان هو يضم من ناحية الإخوان شوية حركات غريبة بصراحة يعني هزيع الفيديو هنعلق عليه ياريت تجاهزه هنا لكن خلينا الوقت بقى نيابا تأمر بالتحقيق في بلاغات آه تزعم تلقي 35 ناشطا أموالا من واشنطن طلعي النهاردة نافو آه ايه هقول لي حضرتك هو آه المصدر القضائي اللي اللي تعامل مع الصحف قالك ان آه مكتب النائب العام الآن بصدد فحص البلاغات والتحقق منها ولكن لم يصدر آه قرار من النائب العام بالتحقيق تمام زي ما قلت آه لحضرتك المرة اللي فاتت ان انا دايما بتعامل مع الموقف طالما قيد التحقيق ما قدرشي أبدي آه رأي فيه ولكن اقولك انا الـ الـ دي كشوف موقع ويكليكس طلعها وقالوا ان ده يعني الناس اللي هم مذكورة أسماءهم بعضهم يعني قالوا لا دا دي من 2007 وناس قالوا من 2011 ناس قعدت مع السفيرة الامريكية السابقة مارجريت سكوبي وتقاضت أموال مقابل الاطلاع على آه معلومات آه تخص الشأن المصري والشأن المصري الداخلي يعني انت مع أكيد وصفك مواطني انه يبتدوا يحققوا الشكل صحي في الموضوع دا طبعا أنا طبعا لسبب أو على فكرة كمان 2007 ايه يعني اللي ما كانوش كانوا بعد 2011 ما أنا بقولك واثقتين وثيقة في 2007 وثيقة في 2011 تمام أنا مع إيه بقى يتم التحقيق فورا علشان الناس كده والرأي العام المصري يعرف الشخص اللي بيطلع عليه كل مرة في قناة على إنه هو زعيم لا يا باشا دا كان بيقبض زي ما قلت زمان كده في تغريدة كده قلت كل اللي كان بيقبض هيطئبض عليه كل اللي بيقبض هيجي عليه وقت يطئبض عليه إذن أنا مع يعني مع بإذن الله يعني بعد الفحص النيابة العامة للبلاغات إنه يكون فيه تحقيق فوري وسريع لإن الناس دي للأسف خدعت الشعب لو سبت ومش قديمة ولا حاجة لأنهما لغاية تصورت يناير لما طلعت اللي كان لامست شف شف بزنوبة فيهم واللي ما كنتش بتستحمى كلهم دلوقتي وبالأشكال ده واضح عليهم وبالنجم هم يهتدون يعني موضوع واضح مش مستني إن أنا أقول ده احتمال لا ده العربية تبتفوا مخدوط تحقيق بقى الموضوع ده عشان موضوع النشطاء والكلام ده بقى ينرفزني وعليل الضغط أي حد يشتم جيش مصر فهو خاين وعميل وقول بقى عشرمائة شتيمة أي حد يقول العسكر وحكم العسكر والكلام ده فهو خاين وعميل زي ما قال أحد الناس اللي أنا بحترمهم قال يالي إنت جاي بتشتم جيش بلدك البهات لما أخصى أنا آسف في التعبير الست والدتك تقف على الحدود يطلع سواء في مظاهرة أو قدام كاميرا أو قدام كاميرا طبعا طبعا كاميرا حقيرة يطلع يشتم الجيش في إيه خلينا طيب نكمل لأن الجيش المصري وقوات الشرطة قدرت أن هي تحرر مصري من جواها باعتصامين كانوا طبعا خرابوا الدنيا لما برجع بالزاكرة وشوف أستأذنك ما تقولش اعتصامين في بقرتين إرهابيتين بقرتين إجراميتين أسلحة اللي كان جنبيها طيبة مول والكلام ده كله الزميل أحمد عبد الحليم الحقيقة هو جامد أوي الصحفي وهو رئيس نادي المطارية على فكرة فهو متوجد في كل الحاجات المهم يعني خلينا نرجع للمرة تانية اللي دلوقتي بيتكلم إنه عايز يدافع عن كل الناس خلد عليه هذا المرشح السابق الانتخابات اللي كانوا بيوزعوا تقريبا استمارة في وقتها لأي حد عايزين زرياست الجمهورية حتى المنصب ده ما بقاش لي قيمة واللي تسبب في الآخر إن فيه واحد زي اللي استبن كان رئيس جمهورية مصر العربية سنة خلد علي فيه فيديو هنزيعه دلوقتي وهو بيدافع عن الشهيد جيكا أيا كان أهلا وسهلا بالشهداء اللي حصل كده لكن هو حاب ياخد اللقطة كاملة عشان الإخوان اللي كانوا موجودين في القاعة يسقفوله هيدافع عن الإخوان في المرحلة اللي جاية وعن أي حد هصل له حاجة في رابعة نروح نشوف الفيديو ونرجع عشان نعلق عليه أبقى نازل وانعالح إني هموت وبكتب وسيطي وبحطها في جيبي عشان أصحابي يدفنوني ويمشوا في جناستي دل حصل لكل زميلنا وإحنا زا كنا وقفين في القضية دية عهد علي وعلى زميل اللي موجودين هندافع عن كل الشهداء اللي ماتوا حتى شهد الإخوان المسلمين ان ماتوا في مصباحة رابعة مصباحة تمت في رابعة كل مصباحة عنه يا خالد إخواني تسقفوا لك جوة كاعة يا خالد أخيراً لقيت حد يسقف لك بعد ما جبت أصوات عيلتك في انتخابات جمهورية مصر العربية بص أنا عايزة عايزة أعلق أولاً علشان طب أقول لك حاجة بفكرتني أنا آسف كده يا خالد يا خالد فكر زي يا فاشل يا فاشل فضل أنا آسف فضل يا سيد أحمد علشان بس محدش يزايد ومحدش يبدأ يقول ده ده في تصفية للثورة وفي ضيعة لحق الشهداء عشان نكون واضحين كل دم شهيد وكل أسر الشهيد ده فوق دماغنا من فوق طبعاً كل نقطة دم من شهيد على أرض مصر عشان مصر ده فوق دماغنا من فوق الإرهابي اللي كانوا يبقى في ربعة وفي النهضة بيضرب نار واتصفة أنا أقول لك أنا 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 على المصدر الشخصي ببوس دماغ أم كل شهيد تمام ونقطة دم دي أغلى من أي حاجة بس شهيد لمصر للوطن مش شهيد لمصلحة ولا شهيد لسلطة تمام تمام طيب نرجع بقى لأستاذ خلد علي أنا شايف أنه هو في بعض الشخصيات خرجت من المشهد من فترة فلازم تعمل رفريش عايز رفريش رفريش لجهاز تعمل زي ما تشغل مع الجهاز كده تعمله رفريش من جيد فهو عايز يظهر في المشهد إحنا هو أهل هدفة عن كل الشهداء بما فيهم شهداء لإخوان أنا موافق فيه شهداء لإخوان ما تستعجبش فيه شهداء لإخوان تمام الدكتور عبد الرحيم علي كان في لقاء تلفزيوني من كم يوم قال لك آه طبع فيه شهداء للإخوان هتلوم الإخوان خلنا بنجيب بالفيديوهات هما وفيهم في ظهره هتلوم الإخوان آه طبع لو على فكرة لأتل بطريقة ثانية هو لما واحد يبقى أعز زي الصفة دا اللي يجري من أول ما أعرف الموضوع هو مش كان متسبب أيوه نودي الناس حرص الجمهوري عشان خاطر يحصن ديهم أعملهم أعملهم آآ صفة أول آآ واروح ديهم درابة شرية ليه طيب هقول لحضرتك فيه حد يقدر يعد من الشارع اللي فيه بنتاجون بك الشارع يعد من الشارع لا طيب المؤسسات العسكرية دايما وإنت ماشي بالعربية كده تلاقي مكتوب ورقة مكتوب يفطأ ممنوع الاقتراب أو التصوير الاقتراب أو التصوير طيب إنت رايح تهاجم حرص جمهوري مؤسسة عسكرية ومش عايز تتقابل يتم التعامل معك طيب آآ آآ اللي قالك مذبحة حصلت في ربعة آآ أنا ضد كلمة مذبحة وضد المتجرب المفردات بصراحة وضد إن أنا أطلع بطل قومي ولابس الروب علشان خلاص أنا خرجت من المشهد بعد ما جبت كام صوت في انتخابات القاسة والناس نسيتني ده أنا فاكر على إحدى القنوات اللي أنا بحبها كان فيه عاملين حاجة اسمها نشرت أخبار الفراخ فقالت لك إن ضبط فلان اللي خرج ده بيشتري عربة مرلوبورو أحمر اللي هو يعني مش لقي إنه خبر يعملوه يدخلوه المشهد به تاني ده هيا فا يعني آآ أخيرا وآخر خبر عشان طبعا زمن وصديقك يعني حسين شما هيبقى معانا كده لأنه تعرض لموضوع كده برضو من واحد من من الطاقم دول علاء عبد الفتاح اللي تعود دايما إنه هو يتكلم ويواجه الجيش من أيام ما سبيره والكلام ده فموقف شخصي تعد عليه هو بلطاقية موجودين معاه وفين في النقابة عند النقابة بيقفوا هناك السلم بتاعك وده اللي عايز يقول يقول هناك في رقابة الصحفيين دي لأسف هقول لأ عشان الكاميرات تقف هناك ومتسطبة ومتساستمة وكل حاجة هاخد مع حضرك آخر خبر قبل ما استقبل آآ زميلنا حسين شمعة اللي أتمنى أنتبق معانا موجود في الوقت بتاعه مش عايزك تنسحب يعني تبقى موجود معانا تناقش معانا الموضوع ده طب الشرعي في حادث كرداسة الضباط تعرضوا لإطلاق النار من قريب يعني وصلوا لهم لغاية ما قربوا منهم جوه وضربوهم بالنار اللي احنا شفناهم المنظر اللي أول مرة كانت وزارة الداخلية بتناشد الإعلام إنه ما يزاعشي الشكل ده هو أنا يا رب أسمع خبر كويس عن كرداسة وإن كنت على وشك إن أنا أسمعه خبر أمني كويس عن كرداسة وأنا عارف أنا عارف وعندي ثقة رهيبة في القيادات الداخلية إنها بترتب لمفاجأة سهرة جدا للشعب المصري بخصوص العناصر الإرهابية اللي موجودة في كرداسة وتكتل اللي هناك والناس اللي عايزة تقول يعني جمهورية كرداسة والكلام ده أي بقر إرهابية يا أحمد في الفترة اللي جاية هيتم تصفيتها وأنا عندي معلومة برضو إن حاليا بيتم ترتيب خطة محكمة لتطهير كرداسة وللثقر للحضاشر ولا للاثناشر فرض من الداخلية باختلاف الرتب طبعا اللي كان مشهد مشهد يعني حرام يعني حتى أسر الناس دي يعني أسر الناس اللي تقتلت واتدبحت واتمثل بيها ده طبعا يا رب يا رب نسمع خير إن شاء الله في الموضوع ده بتتللوا عن قرب معلش أيوه علشان هم واصلين جدا في المنطقة دي لأن لسه الأمن متعاملش معاه ولكن قريب هيتعامل معاه أستاذ حسام نورتني وأنا حبيتك بس تكون موجود معنا ويمكن احنا عاكنين نفسنا في الآخر كده بالموضوع ده بس كل حاجة تتضبط بالقرب يا رب إن شاء الله أنا بشكرك جدا يا حمد وأنا مبسوط جدا الحقيقة وجودي معاك لأن احنا يعني عارف لما تقول أنت مرتاح للشخص ده بيظهر على الشاشة فأنا مبسوط جدا واضح جدا والله الارتياح وده اللي بيوصل لمشاهدين ترجمة نانسي قنقر